ده احنا على الهوى وبتقول لي كلام مهم اشراح لي بقى عشان حيطة المايكروشيبس والراملة وقلت لي وحتاجين الديزاين زي ما احنا محتاجين الفلوس وانه في مش عالف برينتر واللي قلت هولي ده واللي هولي بقى بالترسل تعالى نفهم الصناعة دي الصناعة دي عبارة عن ثلاث حاجات اول حاجة البرينتر اللي هي بتطبع المايكرو الرقائق الترانزيستورز اللي على الرقائق تمام دي موجودة في شركة واحدة في العالم في هولندا اسمها ايه اسامل الشركة اللي بتقف في العالم كويس فاحنا عشان بس نتكلم هنقدر ننافس ولا لا وهقولك الحقيقة اوكي ففي شركة واحدة هي اللي بتعمل برينتر اللي بتطبع على المايكرو الشيبس كويس ثم في عملية الديزاين زمان كانت امريكا امريكا هي عندها الديزاين والصناعة وبعد كده رحوا هم قالك ليه نعمل صناعة عندنا فاحنا فبقى الديزاين ديزاين واروح اصنع واروح اصنع فبقية الصين مصنع العالم فلاقوا بعد شوية ان الصين تشتغل باك انجينيرينج وابتدت تنفسهم وابتدى تايوان تبقى هي كمان وكوريا الجنوبية طيب فدلوقتي المرحلة الاخيرة بقى اللي هي الصناعة الصناعة دي 80% منها موجود في تايوان المايكرو الشيبس دي موجودة في تايوان في تي اس ام سي تمام والباقي ده في كوريا الجنوبية في سامسونج طيب فاحنا الفرصة اللي عندنا ان احنا ايه نشتغل دلوقتي احنا عشان نخش صناعة حقك علي لا ده محتاج نشتغل عليه رن دي ريسيرش ان ديفلوبم لمدة عشر سنين عشان نبقى صرحة من النهاردة بقى ايوة بالزرطة بداية الالف ميل تبدأ بخطوة فابدأ النهاردة ولانه ده تاني انا برجع اقول ده امن قومي لانه تاني كل الحاجات دي بتعتمد على التولز دي مدخلات الانتاج واحنا جربنا هنستنى لما نتحط في كرايسس انا عايز اوافر احنا شفنا ازمة كورونا شفنا ازمة روسيا واوكرانيا اه ولما يتقفل عليك لا ولو حد اختلف معاك فيقفل عليك احنا لازم يبقى عندنا الحاجات الرئيسية اولا احنا بندرب ولادنا على هايتك يقدر يدخل دخل كبير جدا بالاضافة انه ده كمان امن قومي لانه تاني عايز اقولك الحرب القادمة هي حرب سايبرانية احنا شفنا الحروب بدت بحروب بسايبر اتاكس كل اللي بيحصل ده بسايبر اتاكس بيبدأ دايما كده وبيكمل كويس فلازم يبقى احنا جاهزين بان احنا نبقى اولا يبقى اولادنا وعندنا عندنا يعني انا بقول مليون اتنين مليون تلاتة مليون من ستين مليون ولازم نشتغل على ده من دلوقتي واخد بالك اتنا بتكلم على الشريحة ما هيش صعبة ده واحد عين ستين سدقني ما انا بقولك انت بتقولي ده ده لا لا وتاني تدريب دول تدريب دول هيكلفك قد ايه وهتاخد منه قد ايه لو يا سيدي لو انت تلات تلات تلاف دولار دول كلفك الواحد ألف دولار فانت دخلك ألفين دولار منسلي منسلي نت ودول مورد بشري ده طاقة زي ما احنا بنقول اهو عندنا صلاح الطاقة على الفكرة ده في كل حاجة انت مصر لازم تلتفت لتاني للسورفوس للهومن ريسول احنا نمتلك تحت ايدينا دلوقتي ما انا لازم ابص لتحت ايدي دلوقتي في حاجة اسمها لونج هانجينج فروت ولونج هانجينج فروت حاجة اقدر انا لازم اخطط لعشر عشرين سنة قدام لكن في حاجة اقدر بكرة الصبح تدريلي دخل دي سمار قريبة على الشجر اه 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 وفي حاجة لونج تور فلازم ده ده مهم جدا ودي صناعة مهمة اولا بالدر دخل وامن قومي طب انا هقولك على حاجة تانية الـ AI الـ Artificial Intelligence طيب احنا ده مهم جدا ان احنا دلوقتي يبقى عندنا بنشتغل بالـ AI ويبقى عندنا اوار اون متا فيرس احنا دلوقتي لسه هنروح كمان يعملولنا تراكينج لكل حياتنا شوية هيبقى عندك متا فيرس لايف طيب الميتا فيرس ده اخطر بقى من السوشيال ميديا اللي احنا مدقيين منها طبعا لا ده هبقى برفع العالم اللي انا فيه وبقى يعني خلاص ببقى على الهوى 100% فلازم انا بقول من دلوقتي لازم يبقى عندنا اوار اون متا فيرس لازم نخلق البديل وكفاية بقى اللي هو احنا دايما عندنا ايه هي العوائق اللي ممكن تبقى واقفة قدامي دلوقتي او محتمل تبقى واقفة بصراحة الحاجة لما بتاخد شق رئاسي بتدفع فورا بتدفع فورا فانا يعني من منبرك ده بنقول انه دي حاجة مهمة جدا وحاجة اولا ورئيس نادى بيها في مؤتمر من مؤتمرات على فكرة قال انا عندي استعدادة ادرب كام احنا بنقوله لا احنا عندنا فيجن ونقدر ندرب ونشغل الولاد دول تحت فكر منظم يقدر يدخل دخل جبير جدا للدولة المصرية طيب وده امن قوم يمكن انا من الناس وكلنا اظن شايفين انه ايمان الرئيس بالاجيال الشابة ايمان غير مصمو طبعا واسرالوا على الاستثمار فيهم مزهل على كل المستويات طبعا عقول علمية عقول او او ايديات رياضية ولا يبخل اكاديمية كل حاجة يعني طول الوقت سياسيا بيستثمر في الشبان اللي ارثلوا ولا يبخل اه لو هذا النهاردة مثلا برضو لازم افكر فيها بشكل لو صح التعبير الاستثماري او حتى اقتصادي يعني انا عايز استقطب ناس من كوريا او استقدم المصنع الكوري اللي ذكرته مش هنقول الاعلانة المصنع الكوري او استقطب استثمارات من تايوان الناتبقى موجودة عندي وده امان لي بالمناسبة اطب وفي النهاية خالص برضو اعتقد الامريكان لازم هيرحبوا بدل انه كوريا الجنوبية عندها تهديداتها من كوريا الشمالية تايوان عندها تهديداتها من الصين انا منطقة او تحديدا دولة هادئة ومستقرة اقتصادية المزيد من الاستثمار المباشر عندي يمكنني من المزيد من الاستقرار الاقتصادي بل والنمو هل نقدر نستقطب الناس دي ونشجعهم على الاستثمار عندنا طبعا انت هاب الافريقيا انت هاب للجولف ريجين انت هاب كبير قوي وبعد كده انت دولة مستقرة في منطقة كلها تموج يعني انت الاستثمار اللي هيجي عندك وبعد كده كمان انت عملت استثمار في بنية تحتية جه الوقت بقى انه البنية التحتية دي يتم الاستفادة بقى بتخلق عوائدها اه طبعا بقى ما هو ده اللي هيخلق عوائدها وخلي بالك طب هقولك حاجة كمان التكنولوجيكال تولز دي زي مثلا هكلمك بقى على انه لازم يبقى عندنا بورتلز بتاعتنا بتشتغل على الترويج السياحي لازم يبقى عندنا بورتلز بتاعتنا بتاعتنا اه بتاعتي ولازم يبقى بفليفر تاني واشتغل باي دا بوك يعني على فكرة فيه ساينس لازم ماما اشتغلش بقى حاجة ايه 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 فيه ساينس لكن بالفليفر على فكرة انت الدولة الوحيدة اللي بيقولوا عندها بيدرسوا الايجيبتولوجي فيه حاجة فيش علم على اي دولة ولا حضر طب فانت فيه ولع بيك فاستفيد بيه بقى استفيد بيه بقى تكنولوجيكال لازم يبقى عندك الفكر ده هو ده الفكر القطرة القطرة السريعة القطرة اللي على فكرة هتنمي لك القطاع السياحي طب هقولك بقى حاجة فضيعة احنا عندنا كام وحدة مغلقة سكنية مش ده استثمار طب انت قدرتك البشرية على الترويج لده اخبارها ايه بشرية لكن لو عندها خلي ملك انه فيها جزء برضو متعلق بكفاءة وملاءمة هذه الوحدات يعني بس انا بيقولك انا عندي وحدات كتير مغلقة في السحل الشمالي طول السنة وبتشتغل شهرين ونص صح بس الوحدات دي لا هي ملأمة ما هيش ملأمة فاغلبها انها يتم ترويجها دولية يعني ماقدرش اقجرها على اير بيان بي انا ما هوي بص بقى انا لو استخدمت 10% بص ما لا يدرك كله لا يترك كله ولازم انت تشتغل تاني لو هانجينج فروت ولونج هانجينج فروت يعني لازم يبقى عندك الكونسيبت ده ولازم يبقى عندك قليات تكنولوجية بتقدر تعمل بها ريتش لده بتقدر توصل بها لازم ما ينفعش اشتغل سوري بالطرق البلدي مش هتجيب خالص هو لازم وخلي بالك الولاد دلوقتي ده الماظر تانج بتاعهم ده اللغة الفكرة الولاد هيبقوا مبسوطين انت بتقول لي هو الرقم ده يجي لا ده يجي قوي ده انت ده هو الماظر تانج عارف اللي هو هو تولد هو هو الولاد دول بيكلمه بطلقة فرنساوي او انجليزي او فرنساوي وانجليزي وده الماني وده روسي وده الصيني وده الى اخره وانا دايما يولام علينا بقول مصطلحات لا انا بقول لازم نقول مصطلحات ولازم نعلم ولدنا ولازم نعرفهم ولازم نبقى بنفكر جلوبل لان العالم بقرية صغيرة لازم كمان يبقى عندك التولز اللي انت قادر بيها تبنتريت تخترق صح هي على فكرة هي تولز وانت تمتلك تمتلك ده تمتلك اهم مقوم الهومن ريسورس وبعد كده كمان انت بيقيت بلدك نورة الفترة اللي فاتت انت بيقى عندك بنية تحتية محترمة جدا مغرية جدا لأي طيب اخر حاجة يمكن عشان الوقت بتاعنا بيقول لي خلص انا اقدر او عندي المقومات ان انا يبقى فيها عندي سيليكون فالي المصري اعتبع اشتركوا في القناة